أهلاً بكم في فيديو جديد هنتعلم النهاردة إزاي نستعمل Index and Match Function والليه يفضل استخدامها بدل الفيلوكب ال Index and Match Function تبين صعبة لكن هي سهلة جداً عشان كده أنا هشرحها خطوة بخطوة لكل اللي ما استعملهاش قبل كده الفيديو ده هيكون للمبتدئين والفيديو اللي بعد كده هيبقى فيه شوية Examples Advanced أكتر عشان كده هخلي فيديو النهاردة بسيط جداً على قد ماضر بنستعمل Index and Match عشان ندور على بيانات معينة في جداول البيانات الكبيرة Index Match مش معادلة واحدة هي عبارة عن معادلتين Index Function والMatch Function هنستعملهم مع بعض في معادلة واحدة عشان نقدر ندور على معلومات في جداول البيانات اللي عندنا بالضبط زي ما استعملنا الفيلوكب في الفيديو اللي فات لكن هما هيبقوا أحسن بكتير من الفيلوكب وهنشوف إزاي دلوقتي في فيديو النهاردة أنا هستخدم نفس مجموعة البيانات اللي أنا استخدمتها في فيديو الفيلوكب عشان أنا حابة انتوا تشوفوا بنفسكم ان احنا سواء استعملنا الفيلوكب أو الIndex Match احنا هناخد نفس النتيجة لكل اللي حابب يطبق اللي أنا بعمله ده بالضبط خطوة بخطوة على نفس البيانات ممكن تقدروا نسخة من الفايل ده من اللينك اللي تحت الفيديو أو لو رحتوا www.excelwithsama.com لما يجيلكوا لينك للفايل ممكن تدونلود نسخة عندكم وتستعملوها انتوا تتمرنوا على استخدام الIndex and Match مهمة قوي عشان تقدروا تطبقوها على البيانات بتاعتكم الديتا اللي عندي هناوات فيها شوية معلومات عن الموظفين اللي في الشركة وناحية اليمين هناوات أنا عايزة اكتب كود الموظف في سال i5 وعايزة Excel يدور ويجيب لي مرتب السنوي اللي خاص بالكود ده زي ما عملنا بالزبط في الفيلوكاب لكن المراضي احنا نستخدم Index and Match لكل اللي ما شافوش شرح الفيلوكاب انا هحطلكوا لينك للفيديو في صندوق الوصف تحت الفيديو ده انصحكم تشوفوه قبل ما تشوفوا الIndex and Match عشان تقدروا تقارنوا ما بين الاتنين بالنسبة للي شايفو شرح الفيلوكاب تعالوا احنا نكمل على ما هم يروح يشوف الفيديو ويرجعوا لنا عشان أسهل الدنيا عليكم النهاردة احنا هنقسم الفيديو 3 أجزب أول جزء هشرح فيه الماتش فونكشن بنستعملها ازاي الوحدة وجزء الثاني هشرح فيه الIndex فونكشن بنستعملها ازاي الوحدة الجزء الثالث هنشوف ازاي هندمج الاتنين مع بعض عشان نقدر نعمل الفونكشن بتاعت الفيلوكاب وازاي لما بنستعملهم هو أحسن بكتير ما نستعمل الفيلوكاب يلا بينا نبدأ الجزء الأول الماتش فونكشن الماتش فونكشن بنقدر من خلالها نعرف قليمة معينة موجودة في أنهي رو أو أنهي قلم يعني أنهي سطر وأنهي عمود فالفرق ما بين الماتش فونكشن والفي لوكب إن الفي لوكب بتجيب لنا قيمة موجودة في سل والماتش بتجيب لنا رقم الصف أو العمود اللي القيمة دي موجودة فيه عشان أوضح أكتر المثال اللي عندنا هنا هوت قلم سي موجود فيه أكواد الموظفين فلنفترض إن أنا عايز أعرف فأنهي رو هلاقي الكود FN04 فهكتب الكود في السل رقم I5 وهستخدم الماتش فونكشن عشان تدور في العمود سي اللي هو عمود الأكواد على ماتش أو تطابق الكود وتديني رقم الرو أو الصف اللي الكود ده موجود فيه ده ببساطة اللي الماتش فونكشن بتعمله هنبتدي هنا في سل I9 نكتب الماتش فونكشن عشان الموضوع يبسهل عليكم في الأول تعالوا نستخدم insert function icon اللي هي فوق على الشمال هنا هوت لو استعملتوا الماتش فونكشن قبل كده هتلاقوها موجودة في البوكس اللي هنا ولو ما كنتوش استعملتوها خالص قبل كده هنعمل لها search فوق هنا هوت في ال search for a function area هكليك go وهختار الماتش فونكشن وكليك أوكي ايه بقى اللي بيحصل هنا عشان الماتش فونكشن تستغل صح احنا محتاجين نملأ ال three arguments دول انا بصراحة مش عارفة arguments هنا معناها ايه بالعروي لكن ممكن نعتبرها تلات اجزاء للماتش فونكشن هنلاقي هنا تعريف للماتش فونكشن هي بتعمل ايه بالزبط وكل ما هعمل click في واحدة من ال arguments هنلاقي تعريف لها عشان نعرف ايه المطلوب بالزبط اول argument عندنا هي look up value ودي ببساطة احنا عايزين الماتش فونكشن تدور على ايه في المثال دوت احنا عايزين الماتش فونكشن تدور على كود الموظف وطالما انا هكتب كود الموظف في cell i5 يبقى انا هكتب في ال argument دي i5 اللي هو cell reference وحاجة مهمة قوي محتاجين دايما ان نعملها في الفونكشن بتاعتنا ان انا بأنكر cell يعني بثبتها يعني بخليها absolute reference عشان لو حبيت بعد كده ان انا اكابي ال cell بتاعت المعادلة دي في حتة تانية ال reference لل i5 مايتغيرش فقبل ما اتحرك من ال argument الاولانية ديت هضغط f4 على keyboard عشان اعمل علامة dollar sign دي معناها ان انا كده سبت السل فكده انا في اي وقت لو حبيت اكابي ال cell اللي فيها الماتش فونكشن دي هيفطل ال reference i5 ده ثابت معانا مش هيدراير ال argument التانية اللي هي lookup array ودي برضو ببساطة جدا احنا عايزين الماتش فونكشن تدور فين يعني احنا عرفنا الماتش فونكشن تدور على ايه دلوقتي عايزين نقول لها تدور على الكود ده فين فانا هسيلكت هنا مجموعة اكواد الموظفين اللي موجودة في column c ودي هتكون ال array او مجموعة البيانات اللي الماتش فونكشن هتدور فيها على كود مطابق للكود اللي انا هدولها حاجة مهمة قوي محتاجين ناخد بالنا منها ان الماتش فونكشن بتدور في سطر واحد او عمود واحد بس يعني ما ينفعش ال array يبقى عمودين او اكتر وهنشوف بعد شوية ايه اللي هيحصل لو اخترنا عمودين لكن دلوقتي حطوا في بالكو بس ان الماتش فونكشن بتستعمل one row او one column بس وبرضو هنكليك على f4 على الكيبورد عشان نسبت ال array ونخليه absolute reference الارجومنت التالتة اللي هي الماتش طيب هنا عندنا اختيار نختار one zero او negative one احنا نختار هنا هوة zero عشان احنا عايزين exact match او تطابق تام احنا عايزين الماتش فونكشن لما تدور على كود الموظف تدور على كود فيه تطابق تام للكود اللي احنا ندوله مش عايزين الماتش فونكشن تجيب لنا كود شبه الكود اللي احنا كتبينه فعشان كده هنختار zero دلوقتي انا كتبت كل الارجومنت للماتش فونكشن وقبل ما نكليك اوكي هنلاقي هنا هوة مكتوب six deal نتيجة للماتش فونكشن هتجيبها يعني معناها row number six هنكليك اوكي طيب تعالوا نانالايز ونشوف ماتش فونكشن جابت رقم ستة ده ازاي فهنكليك في السل او ممكن نكليك f2 على الكيبورد هنلاقي ان الماتش فونكشن الاري اللي احنا كتبينهولها بيبدأ من c5 فلو عدينا six اللي هو ست سطور او six rows وبتدينا من c5 هنلاقي ان الكود fn04 موجود في row number six او السطر رقم سيكس ستة طيب لو انا غيرت الكود اللي في سل i5 يعني كتبت pr07 وضغطت enter على كيبورد الماتش فونكشن هتديني 16 رقم 16 ده يعني معناها ان الكود ده موجود في السطر رقم 16 في الاري اللي انا حددتهولها وده ببساطة كل اللي بتعمله الماتش فونكشن احنا منديها قيمة وبتدور لنا على قيمة مطابقة matching وتقول لنا موجودة في انهي سطر او في انهي عمود في الاري اللي احنا حددنا طيب تعالوا نحدد للماتش فونكشن كذا column ونشوف هتديني ايه هكليك f2 على كيبورد عشان اقدر اعدل في الفونكشن وهغير الاري range من c5 c20 لc5 d20 او c5 e20 اي عدد columns المهم يكونوا اكتر من عمود واحد enter على الكيبورد هنلاقي الماتش فونكشن مش شغالة والسبب زي ما اتفقنا ان الماتش فونكشن بنحدد لها الاري يكون سطر واحد او عمود واحد ما بتدورش في كذا عمود او كذا سطر هو واحد بس انا عارفة ان في ناس هتقول لي لأ فيه workaround للموضوع ده يعني فيه طريقة كده لفة شوية نقدر بيها نخلي الماتش فونكشن تدور في كذا سطر او كذا عمود لكن دي طريقة advanced شوية لاستخدام الماتش فونكشن قلولي في comments لو حابين اعمل فيديو على الموضوع ده لكن عامة 99% من استخدامنا للماتش فونكشن هنحدد لها الاري يبقى one column او one row دلوقتي هندو عشان ترجع الماتش فونكشن تشتغل معانا تاني كده احنا خلصنا الماتش فونكشن بس قبل ما بتدي اشرح الاندكس فونكشن انا حابة اشرح لكو ازاي ممكن نستعمل الماتش فونكشن عشان تدينا رقم عمود يعني احنا خلص دلوقتي عارفنا نستعملها تجيب لنا row number احنا عايدين بقى column number هروح cell i15 وهعمل نفس الخطوات عشان اكتب الماتش فونكشن اللوكب value المرة دي هيكون cell i14 عشان انا في cell i14 دي هكتب column header واشوف الheader ده هيكون في انهي column اللوكب array هيكون هو كل ال column headers او رؤوس الاعمدة اللي موجودة ينهوت في السطر رقم 4 فالrange هيكون b4 لf4 المرة اللي فاتت لما انا كنت عايزة كود الموظف انا اخترت للماتش فونكشن العمود عشان تجيب لي ال row number المرة دي انا هختار الرينج للماتش فونكشن في سطر او في row عشان تجيب لي ال column number هكتب zero في third argument عشان exact match تطابق تام في cell i14 انا هكتب department وهلاقي الماتش فونكشن جابتلي رقم 4 اللي هو رقم العمود اللي فيه ال department في الرينج اللي انا حددته له دلوقتي احنا خلاص شفنا الماتش فونكشن ممكن تجيب لنا row number او column number انا هرجع اكتب كود fn04 في cell i5 ويلا بينا نشرح ال index function ال index function ببساطة هتدينا قيمة موجودة في cell لو احنا حددنا ال row number القلم number وال array اللي هتدور فيه فال cell اللي هتكون موجودة في تقاطع ال row والقلم ال index function هتدينا القيمة اللي موجودة فيها تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنفترض ان انا عايزة اكتب an index function تديني القيمة اللي موجودة في cell f10 ممكن نبدأ نكتب ال index function في cell i10 ممكن اكتب equal index وابتدي اكتب الفونكشن عادي لكن انا هختار ال option السهلة دلوقتي ونروح على function helper اللي موجودة فوق على الشمال وزي ما عملنا بالضبط في الماتش فونكشن لو ملاقيناش ال index function موجودة في البوكس ده هنعمل search على ال index ونكليك go هختار ال index هنا وكليك اوكي هنختار الاختيار الاول هنا هوت اللي هو array row number column number ونكليك اوكي هنلاقي three arguments محتاجين نملاهم لل index function هنلاقي برضو تعريف لل index function اللي هي مكتوب هنا هوت وتعريف لكل argument عشان نبقى عارفة ايه المطلوب بالضبط ال three arguments هم ال array ال row number وال column number ال array هيكون مجموعة ال cells اللي فيها ال value او القيمة اللي انا عايزة ال index function تجيبها في المثال اللي عندنا هنا عشان انا عايزة القيمة اللي موجودة في cell F10 فانا ممكن احدد range يكون F5 لF20 او ممكن احدد range يكون من B5 لF20 خدتوا بالكو هنا ان احنا ممكن نختار عمود واحد او كذا عمود غير المatch function لما كان مفروض نختار عمود واحد بس وهنشوف بعد شوية ايه الفرق لو اختارنا عمود واحد او كذا عمود لكن اهم حاجة دلوقتي ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا الاختيار ده في ال index function انا هختار one column بس لل array دلوقتي وزي ما احنا متعودين محتاجين ان احنا نانكر ال range يعني عن click F4 عشان نسبت ال cells ونخليها absolute reference في الارجيمت التانية محتاجين نحدد ال row number هنا ال row number معتمد على ال array اللي انا حددته في الارجيمت الاولانية فانا عندي ال array كان من F5 لF20 فال cell F10 هي ال row number 6 يعني ال index function هتحتاج ان هي تنزل 6 rows او 6 سطور في ال array اللي احنا اديناهولها عشان تدينا القيمة اللي موجودة في cell لو خدتوا بالكم ان هو ده نفس الرقم اللي تدهلنا المatch function يعني انا ممكن نكتب هنا في الارجيمت number 2 المatch function لكن خلينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة وهكتب هنا هو 6 فكيبت hardcoded as 6 يعني كان لوا متسبتة كرقم 6 وبعد كده هقولك وهنغيرها ازاي في الارجيمت التالتة نحتاجين نحدد ال column number يعني رقم العمود وبما انه في المثال دوت انا اخترت ال array هو عمود واحد بس فانا ممكن هنا في الارجيمت التالتة اكتب 1 مشان هو عمود واحد بس او اسيبها فاضية excel هيعرف انه column واحد بس فانا هسيب الارجيمت دي فاضية وكليك اوكي هنلاقي ان ال index function قدتنا قيمة المرتب السنوي للكود fn04 طيب تعالوا نجرب ان احنا نختار الاري يكون كزا column فانا هدليت هنا هوت وهعمل نفس الخطوات بالزبط بس في الاري هختار ال range كله مش one column بس لما نيجي عند ال column number هنا ما بقاش option anymore يعني لازم ادي ال index function رقم عمود يا اما مش هتعرف تدور فين يعني ال index function هتنزل لحد row 6 وبعدين انهي column في العواميات دي كلها هتجيب منه القيمة فلازم احدد لها رقم عمود المرتب السنوي نهوت في عمود رقم 5 يعني واحد اوين تلاتة اربعة خمسة فهكتب هنا 5 رقم 5 دوت مش هو رقم العمود اللي في الشيت انا مليش دعوة بالشيت انا ليا دعوة بال range اللي انا حددته لل index function فده رقم 5 في ال range اللي انا حددته فال index function هتنزل 6 rows وبعدين تمشي 5 columns وتديني القيمة اللي موجودة في ال cell اللي هي ال intersection او التقاطع اللي ما بين ال row وال column اللي انا حددته ونقدر نشوف هنا القيمة اللي ال index function هتدها لنا قبل ما نكليك اوكي قيمة المرتب السنوي للكود FN04 هي 41 الف دولار طيب تعالوا نريكاب يعني نقول ملاخص كده سريع للي احنا قلناه هنحدد لل index function array او range ونحدد لها column number و row number في ال range دوت وال index function هتدور وتديني القيمة اللي في ال cell اللي موجودة في التقاطع ما بين ال column وال row في المثال بتاعنا هنا هو ال index function نزلت 6 rows ومشيت 5 columns وديتنا القيمة اللي موجودة في ال cell FN طيب هنعمل تجربة صغيرة مشانا بحب اقعد اتجرب كتير وتأكد الكلمات اللي بيتقال ده صح ولا فهن delete وهريدو احنا قل ال steps تاني وهحدد multiple column array يعني هحط ال array يبقى كزا عمود وهشوف المرة دي هاجنور هتجاهل خالص ال column number ونشوف ونكليك اوكي ونشوف ال index function هتعمله ما اشتغلتش لانها مش عارفة تجيب القيمة من انهي column فاحنا لازم نحدد لها رقم القلم طيب ما حددنا ال array كزا column يبقى لازم نكتب column number ولو حددنا ال array انه هو يبقى one column يسعيد هممكن نسيب column number فاضي او ممكن نكتب one انا هعيد ال index function تاني بس ال array هيكون column واحد بس عشان يمضى لل example set وهكليك اوكي دلوقتي عرفنا ازاي نستخدم ال match function لوحدها وال index function لوحدها عايزين دلوقتي ندمجهم مع بعض فورميلة واحدة عشان نقدر نعمل lookup ل data زي ما بنستخدم ال vlookup بالزبط فدلوقتي هدور على المرتب السنوي ل code fn04 لكن المراتي هنستخدم index match انا هكتب هنا في cell j6 ال vlookup عشان نقارن الناتجتين مع بعض انا هاعتبر هنا ان انتوا شفتوا الفيديو بتاع ال vlookup وعارفين الخطوات اللي انا بعمل هنا فانا مش مضطرة انا اعيد تاني شرح ال vlookup عشان نعرف المرتب السنوي ل code fn04 هحتاج ادور في الجدول على code fn04 وبالتالي اعرف المرتب المقابل لي عشان نعرف مكان fn04 هنستخدم الماتش فنكشن الماتش فنكشن في الحالة دي هتدينا رقم الرو اللي هو في الحالة دي هيكون رقم 6 هنستعمل بقى رقم الرو ده في ال index function عشان نجيب قيمة المرتب اللي في السنوي انا دلوقتي هاكابي ال index function اللي احنا لسه كتبنى انهوت في cell i5 وابيسته في cell i6 وهنشوف مع بعض ازاي هزود عليها الماتش فنكشن هاكليك في cell i10 وقفتو على كيبورد وهاهايلايت الفنكشن كلها اكبيت وادوس انتر هروح على cell i6 وجوه الفورميلا بار ها بيست الفنكشن ده لو انتم مش مثبتين cell reference في الفنكشن لكن لو مثبتين cell reference يبقى هنكابي بيست السل نفسها مش الفنكشن الاراي هنا كولم واحد بس وعشان كده third argument ممكن تكون فاضية ال index function مدينا 41 الف دولار المرتب السنوي بس احنا هنا مثبتين رقم الرو يعني حطين رقم 6 فحتى لو احنا غيرنا كود الموظف هتفضل ال index function بتدينا 41 الف دولار فلازم نخلي رقم 6 dynamic يعني متغير عشان كده هنريبليس ات او هنبدله بال match function انا ثبت رقم 6 ده بس عشان اوضح لكم مكان المatch function جوه ال index function هيكون فيه وايه لازمتها دلوقتي انا هكابي المatch function اللي موجودة في cell i9 هعمل highlight على الفورميلة كلها لحد ال equal sign يعني مش هاخد معي علامتي ساوي انا هكابي الفنكشن بس ctrl c على الكيبورد وهدوس enter هنروح على ال index function اللي موجودة في cell i6 وهعمل highlight على رقم 6 ctrl v على الكيبورد علشان ابدله بال match function اننا لسه عاملالها copy بالطريقة دي احنا خلينا ال index function dynamic دلوقتي لو غيرنا كود الموظف اللي موجود في cell i5 لpr07 الراتب السنوي هيتعمله update automatically لو بصينا في ال index match formula عشان نفهمها هنلاقي ان ال index function بتستخدم ال array او مجموعة البيانات من f5 لf20 اللي موجود فيها كل الرواتب السنوية عشان تدينا الراتب اللي في row number 6 اللي المatch function حددته والمatch function هتستخدم cell i5 عشان تدور على تطابق تام للكود في ال array c5 لc20 وتدينا رقم row عرفنا انه هو تطابق تام من الصفر اللي هنا يعني ببساطة المatch function هتدينا رقم row اللي ال index function هتستخدمه عشان تدينا الكريمة اللي موجودة في ال cell انا عارفة انه ممكن يكون فيه سؤال مهم جدا بيدور في بالكو دلوقتي اللي هو يعني لو ال vlookup وال index match هيدوننا نفس النتيجة ليه بقى واجع الدماج ده كله ليه نستخدم ال index match ما نستخدم ال vlookup اسهل علشان اقنعكم ان ال index match احسن خلونا نفترض اننا عايزين نكتب ال employee code او code الموظف والفورمولة تدينا الاسم مش المرتب السنوي القلم اللي فيه الاسم في المثال بتاعنا هو على شمال الاكوات انا هكابي السيلز اللي هنا عشان اوضح لكم عشان انا ثبت ال cell reference في ال index function فمفيش اي حاجة هتتغير لما اجي اعمل كابي لكن بالنسبة لل vlookup انا ما ثبتش ال cell references وعشان كده هحتاج اعدل الفورمولة وده احد الاسباب اللي دايما بيخليني انصح ان احنا نثبت ال cell references لو انا عايزة استخدم ال vlookup علشان يديني الاسم لما اكتب الكود فانا هحتاج ان انا اغير ترتيب العواميد لكن لو انا مش عندي option ان انا اغير ترتيب العواميد ال vlookup هيكون صعب بتجيب لنا الاسمي لانها على شمال عمود الاكوات لو حاولت اعمل اي تغيير في ال vlookup فانا ممكن اغير مثلا ال range لcolumn b و c والcolumn number ممكن يكون واحد عشان هو ده ال column بتاع الاسمي ولما اضغط enter الفنكشن مش هتدينا اي حاجة ودي limitation من ال limitations اللي بتخلينا ما نعرفش نستخدم ال vlookup الا لو غيرنا ترتيب العواميد لكن من غير ما نغير ترتيب العواميد مش هنعرف نستخدمها بالحالة دي ال index match function هتكون احسن من ال vlookup انا هاعدل دلوقتي ال index match عشان تدينا الاسم هاكليك في cell i9 وهادراج ال array من column f لcolumn b هحرك الماوس على الطرف لحد ما يتحول لاربع اسهم وادراج ال array هضغط enter الموضوع بيبس سهل جدا مع ال index match هادريت هنا cells i18 و h18 عشان ما تتلخبطوش ال lookup value هيبقى هو اللي في cell i5 بس ساعات بيكون صعب ان احنا نغير ترتيب ال columns اللي موجودة في ال data ساعاتها هيبقى ال index match افضل بكتير دي كانت واحدة من limitations لل vlookup في limitation تانية لل vlookup بس هشرحها في الفيديو تاني علشان الفيديو كده طويل اوي مش عايزة حديزها اتمنى كون قدرت اوصل لكو شرح ال index match في الفيديو جاي هنشرح limitations اكتر لل vlookup وازاي ان ال index match برضو هتحلها وهشرح برضو امثلة تانية advanced جوية لل index match بتنسوش تعملوا download الفايل اللينك موجود تحت الفيديو او www.excelwithsama.com وتطبقوا عليه كل اللي احنا تعلمناه النهاردة في ال index match function ستتمرنوا على ال data اللي موجودة عشان تقدروا تستخدموا ال index match function في ال data بتاعتو اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي سلام